صباح النور صباح الورد والعسمين اشنا حوالكم يا لبنات ان شاء الله يربي تكونوا في خير ونعم الناس الكل ارجعت لكم اليوم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم فيديو اليوم استنيتوها عندكم برشة تسألو فيه عليه هاو اليوم ينساها الرب الله غالب يا لبنات والله ما متعرفوش على الكواليس اما الحقيقة عندي بريود هدية عندي شوية ضغط في كل شيء في كل شيء يا لبنات والله يضغط في كل شيء من نجمش نوضح لكم اكثر اما كمام حصيلو هدية اليوم وين لقيت معناها اا تحسنت هكوا تفردت اموري شوية قلت خليني ان نرجع نخدم على القناة حصيلو بديت لكم بالفيديو هدية وان شاء الله بعده باش نهبت لكم فيديو واحد اخر حصيلو ااا مانيش عارفة مين بش نبداي لكم ولا شنية بش نقول لكم اول حاجة يا لبنات صورت رانيال بارتي لولا متع اد هنا اما ما نعرش وقت اللي بديت منظف في التليفون من الفيديوهات الزايدة ااا ما نعرش كفاش تفسخة البرتي لولا معناها متعدين حسيلو تعسمعوا بيهاك اللي يقول لكم صنعة اللي ما يلقى ما يصنع هذي كان ملقيت ما نعمل اااا قبر رمضان بنهارين ريتو اليوم عنا 18 يوم في رمضان وهذي الفيديو متصور بقبر رمضان بنهارين اااا ما معرفش اش نية نعمل ايش بش نعمل ايش بش نعمل اتضهر لي هيك في مخي اد هناا ليمونيت وكهو مشيت جبت الدهن عملت على ربي ومشيت جبت الدهن وبلبست الدنيا حسيلو ااا ادهمتم هما اللونتات عم perfection ايضا احلى من الورانجي. اما المشكل اللي البيبين ما يتنحوش. معناها كيان باش نحيهم ما نعرفش نركبهم ما نعاود نركبهم. وباش يدهنوا لي لوتا فهمتو. واللي تدهنتهم هو مرايك بي. يخي عاملو لي هكي هكي اقدموها هكي كاتب ده هابطة هكي قطر قطروا متعدوهن هابطة مخيبها 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 في التليفون ما تظهرش هكي في التصويره. اما في الواقع راها يجد تتعيف حسيلو. بديت بشوي بشوي كو نهار نعمل حويجة يا لبنات. دي جال البرتي هذية متصورة كيما نقولو كيما امس. اليوم ادوبة كملت الفطور معناها بعد لفطرنا وكل شي. ديريك تغسلتك لمعينات وخليتهم يتسقطروا ومبعد لسقطرتهم معناها بالبيه وش وشيحوا لميتهم وهنا اخر الليل. جيت باش نوريكم ماش باش نعمل حسيلو يا لبنات. خذت دي كابان هذية من بعد يمكن ثلاثة او لاربع ايام منا دم الشديد نخزر لك الكوجينة وساكتا نخزر لك الكوجينة وساكتا باش نعمل. امشيت على اساس باش نشوف فماشي حاجة تنحدو. فهمتوا مع اني كنت خايفة على الليمونيت. فقيل لي مولا لكونكيري راهي لعنا دي كابان راهو تحطو على الدهن يتحلل معناها الدهن وبعد تجبدو بالبالات يتنحل. اذا كان الدهن اللي تحتو تكون استراتيفيه راهو ما يجرى لها حتى شي. اما ما شجعني ايش. قال لي لحقيقة ما نشجعك ايش خطرة وهذا ينحي الدهن لكل معناها خافة ينحي لي الدهن لورنجي من من الكوزينير من فوق. قلت له مثالش هاته نجرب على شوية بركة على الطرف اذا كان لقيت فيه مشكلة ونعاود ندهنهم باللبيض وكهو ونقص عليها الهرجل. يا اخي كي جربت الحقيقة عجبتني لحكاية فهمتو لقيت وتنحها وتنظيف الدهن هذيك اللي يبقى مشهب هذيك سهل مش كما الدهن معناها تبقى كاملة. فجبت لحقيقة رطل قلت خليني نجرب بيه. من بعد كي لقيت لحكاية مريقلا وليت كملت كملت رطل هذيك قديت بيه ومشيت جبت كيلو اخر ندبوزة معناها حسيله. آآ وبديت يعني بشوية بشوية كله لو نقد شوية لبنيت ايما قلقني شوية لحقيقة البرودوي وليت شريت زوز الباباتات البستها ببعضهم بشها كيكا ما يتعدليش الريحة متاعو خط ريحتو قوية على الاخر. حسيله. آآ فرحانة بالنتيجة اللي وصلت لها مع اني مزلت ما كملتش تنظيفات يا لبنيت متاع البلكارات والله هي للتوية يا لبنيت وهو ما مشبحين كي ما باقين تشوف فيهم هكي كيكا. ضغط الدار وضغط الخدمة والصغار وكل شيء منيش منيش خالطة معنا يا فهمتو؟ هذي يريتو حابيت نوريكم كيفيش من بعد ما ما عديت الديكابون بالبنسو على الليمونيت كيفيش اتحلى الهكيكا وبعد على الطبقة الاساسية ريتو اطون عندي عليه الباليت لهنا وتشوفوا شنية نقصت بالضبط. بالحق بالنسبة للحكاية هذية اختراع 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 يا لبنيت. تشوفوا ريتو دي ريكي الطبقة الدهن تتنحى وتماتيك مو مغير ما تبذل فيها مجهو. عمتو؟ سمحا على الاخر. اما بعد تعب ومزل عندي تعب اخر يا لبنيت. هذي الكل وقت ضايع من وقتي كنت نجم نصور فيه فيديوهات نخدم فيه نعمل فيه برشة حاجات ضيعتوا على روحي خاطر بقيت في في الكوجينة وراني ما صورت الكومش معناها كل شي في الكوجينة جزت هكا احويجات خفيف باش تشوفوا معايا التفاصيل. الحقي يا لبنيت راني العاملة هذية ندم عليها لليوم ناكل عليها بسوابعي خاطر لليوم ما خلطتش معناها باش نكمل لان رجع كوجينتي كيما كانت هلكتها هلكة ما نحكي الكومش. ساعات الواحد والله هكا الراي العادم كيما نقول هكا الراي العادم لش كنا نخلوه. شي المهم عاملة وعملتها واندمت عليها وكاو شو شو نعم. ريتو يا لبنيت الدهن كفش يهبط. آآ كاو. هذي الشكل النهيئ متاع الكوجينة من بعد ما. من بعد ما قرقشتها. مزلت المرحلة اللاخرة معناها متاع المسحان. جربت الحقيقة بالديليون قالوا لي جرب بالديليون راهو ينحي البرتيات كيما ريتو عملته في اشقف متاع برفان بشكاكة. انا بدا نطش وانا وانقد. يا خي ما ما مشتش الحكاية يا لبنيت. آآ يلزم معناها حاجة قوية تحل الدهن وإلا يلزم برشة برشة معناها تبدأ مثلا كيما قطعة تقميش متارنخة بالديليون وتحطها وقتها تنظف. الحقيقة انا من نجم شمبانتر حكاكة مش نعمل طريقة اخرى جربتها وعجبتني. ان شاء الله نهيرين هدو ما نبدأ فيها والله هي لبنيت منيش خالطة. يعني هاني قلت لكم هذي متصور اقبار رمضان بنهارين بليتو فيديو دهنا راهو اقبار رمضان بنهارين اما الديكابون ومعناها وقت اش عملتو عملتو في رمضان فهمتو اخذر جربت بديليون تشيت وحكيت ما ما وصلتش الحل شنية بش نعمل آآ من بعد مش نولي نعاود نعمل آآ نعمل بالديكابون جربت كي نعمل الديكابون الشي سموت الدهن يتحل ديريكت فهمتو يلزمني قطع قميش حرشة ما هيش رطبة تكون حرشة شوية كيما الفيلور معنا فهمتو كيما الفيلور آآ ولا تجين هكاكا تنحي لك البرتيات الزيدة لكل تشبدهم مع هل قطعة القميش فقررت باش نولي نعمل هكاكا ان شاء الله نهيرات هدومة حسيلوا لهنا عندي بلايس متنحوش مش متنحوش اما حسيتهم شادين شوية فهمتو قلت خليني انريقلهم بالديكابون مرة اخرى معنا نعمل عليهم الديكابون ومبعد نحاول اني انحيهم هريتو كي نعمل الديكابون كيش يتحلل الدهن هذك عليش لزمتني قطع قميش شايحة اا يبسك ليتو باش هكاكا اا يتنحالي فيسح ليتو قد ما حاولت لهنا بدي اليوم شاي ماعطانيش معطانيش نتيجة يا لبنت فهاني باش نعمل الان شاء الله التاجربة لأيامات الجاية باش نبقى نجرب اللي نوصل للحال بطبيعة شاء الله بقدرت ربي نوصل للحال وترجع كوجينتي كيما كانت ندمت يا لبنت والله ندمت الندم الشديد اما الله غالب ساعات هكا لوحد يبدأ نافح في مخي يصور معناها اللي في كوجينة بيضة مش تطلع محلاها 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 وفي بليكي باش ندهن بسبريي باش مهيش باش تعمل معناها باش تعمل لك الدموع نقوله نحنا مهيش باش تعمل لك نكتن كتهابطة نتعى الدهن اا يا خينا الله غالب فما حاجة تساعد تغيب على مخك الحاجة مش كيما تدهنها وهي معلقة الفوق اكيد الدهن باش يهبط معناها اللوطة مش كيما تدهنها وهي مستوية قدامك كيف الصينية فهمتو؟ فما الله غالب ما خدمتش مخي وضريت روحي معناه وتعابت روحي هكاكا عالفاضي ومازلت مكملت حسين ورمضان تعديلي الكوجينة منظرها يعيف معكم كيما تشوفوا فيها هكا يا لبنات ورون جاي مشاهب باللبيض وحالته حليلة حسين وكان جيت معناها النجم في الوضع الضوء معناها نفسيتي معناها تسمحلي وماديياتي تسمحلي وكل شي تسمحلي والله يا لبنات قلو ما نجلبها الكوجينة معناها هذي الكوجينة فول نحي ويلدي وطيشو مش حتى نحي سيدي لين الخسار اما نحي البيبان ونركبوه هو جدد فعمتو؟ ونعمل كبيبان جدد اما ان شاء الله ان شاء الله لايما تجايا ما نعرفوش على حكمة ربي شنو مخبيت لنا ليا الحسينو حاكم كيما تشوفوا ريتو يا لبنات ساعة البرتي هذي هي اللي علتني يا لبنات اكثر برتي خطر البرتي هذي ما هيش مدهونة بالدهن نرمال من لول الكوش لولا مدهونة بسبري ومن بعد مدهونة بالدهن لبيضة فعمتو؟ كي سبري حسيتو عملي اه مشكل مشكل الدينة معناها هكي هابت خطوط خطوطة وليت قلت خليني نعمل عليه بالبانسلو يا اخي هي هي الحكاية فعمتو؟ كل دموع كيشيحو ما محبوش يتغطو بالدهن فعمتو؟ وكي ناس تعملت رولات صغيرونا مريم من بعد قلت لي كنت تدهن بالرولات اه ما تخلي لك شو معنا هتراس هذيك؟ الله غالب قلت لغبت عليا هذي ما جدش لبالي شنا من لول وكي جبت سبري ما ما جبتش معاه فانسور كنت ننسج من دموع الي تهبط هذيك من السبري نستويها بالبانسور أطوي شيح مري messy الفمتو وتتعدى لا امور سالمات ياه يا اخي ناجبته كان السبري وجيته اثملت بسم الله وبدي تجب على فالفساء شحيصي ولهنا بديتناعمل في A지가 PON باش ننحي الدهن هذا يا اخي نلقى الشبك يدخلي في نسمة باردة واه اكل شيع فعمتو؟ تشرب القوة متاعه متاع البروديويل النسمة مع بعطيش المفعول متاعه فاوليت سكرتها وعودت كوش واحدة اخرى باش هكيكا في ساعة في ساعة يعاوني على التنحية فهمتو قلت خليني كانت توصلتنا حالة طبقة الفقانية التنظيف سهل فهمتو توهن نريغلو يا خلاي يا ابنت والله يضغط القذية وضغط الدار والصغار والخدمة وبرشة برشة برشة حاجات ما ما نيش خالطة فهمتو ما نيش خالطة ما نيش خالطة نجي في الليل نكمل نقضي قذتي نغسل معهم ونمسح الكوجينة وكان عندي شوية صابون ونحطهم يدورون نلم السالوين كنا نفطروا وننظفها ونعملها مسحة ونطولها بالصغيرات بدلوا الكوش حظ الرضعة عشي هذا دور بهذا حسيلوا بدل حويش بنتي البطة هذي كبطة بالحق بنتي بطة تحب الماء على الاخر ديما 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 مبلولة فما يوصل معناها تجي العشرة ولا العشرة ونص إلا ما نوصل معناها خم 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 وليت نضغط في روحي دوب اللي نكمل لفطور دي ريكت طفن وشي الكوجينة باش ننظف والريقل باش ننجم نخدم شوية في الليل في البوتيك توا وقت الخدمة في الليل فيلزمني على قليلة سوئة في الليل في البوتيك فنخلي نولي ننظف الدنيا ونمسح الكوجينة بعد ما نغسل المعون ونلم الصالة الحقيقة نخليها البنتي باش تمسحها تمسحها لبنتي عويني مسحها كبيرة حتى صباح نعود مسحها واحدة اخر ونمشي للبوتيك ونخليها وخيينها توا منيش عارفك فيش ترجع لقراياك فيش بشتول يريتم الخدمة بنيتي يسر عليها معناها الحقيقة هما ان شاء الله لعيمات الجاي هكا نلقوا حل والنجم معناها نوافق بنيتهم كل هسيلوا كما تشوفوا يا لبنت ريتو اللي مدهونة بسبريكي فيش طبقة مشاهبة اكثر من اللي مدهونة بالدهن العادي اللي مدهونين بالدهن العادي ريتوهم نضافوا معناها يتسموا هذي هي اكثر واحدة بشتعة بنيك هما اشو بش نعمل ما عندي حتى خياء عملت بيدي اللي يقول لك اللي عمل بيدي اللي عمل بيديها عنا العصالي حتى انا عملت بيدي والعصالية نستاهل كما تشوفتو مثلا الفيديو هذي في البروغرام بش نمنتجو البارح ودب مراوح ملوتيك بش نمنتجو ونهبطو صباح نعملهو لكم في بليك هاني صباح صبحت نمنتج فيه وما ننجمتش البارح دوبة روحت بدلت حويج بنتي نلقى هبلا روحها كي ملعدة والعويد وحذرت رضعت الزغرونة بدلت لها كوشة وحطيتها بحذية ما نجمتش بكم من بلاستي اللي بنيت حسيت روحي ميتها بالطعب هما كهوش بش نعمل هاني وليت اليوم قمت صباح بكري عندي شوية صبون حتيتم يدور ونشرط الطالية لولا وخليت الطالية الثانية تدور وهاني جيتكم لهنا بش نمنتج الفيديو ونهبطو بش نكمل ونمشي نصور لكم الفيديو متاع حويج العيد ان شاء الله الفيديو هذي يهبطلكم توا معناها ميفوتش العشرة بش الاخر يهبطلكم ان شاء الله لحوله ولا قوته إلا بالله يهبطلكم هما الساعة الساعتين خاطر مبقش وقت على حويج العيد ووصوصي تاديو اللي بغيزو معاش تخدم معناها نهارين لاخرانين معاش تخدم خاطر اذا كان مهيش بش توصل الكوليات فزايد بش تهز فعمتو؟ الحاسير ها اخو كيما تشوف ريتو كل شكل وكل اكل وهرا وضخامة اشن قلكم يا لبنات ريتو بالله فاشنعاني ساعة الواحد بنيفعله نجاهله بنفسه ما لا يفعله العدو هي عدوه تسمع بي هذيه ولا تعفوه هذيك اش عملت بروحينا هكا اركبني شوية جهل انا عرش على روحي مخي شنوة كان فيه لحظتها كيف نقعد بني وبين روحي اشنوة اللي فيه مخي وقتها باش نعملتها العملة هذي اشنوة اللي فيه مخي اشنوة اللي فيه مخي والله ان شاء الله ترجع كما كانت باقي الباقي مثالش نتعب مخلوف يتعود كل شيء ان شاء الله ان شاء الله قبل العيد الرجلها وترجع كل جينتي من هنا العيد وامورها واضح هوني يا لبنت اللي عندها عندها معلومة هك على الفازات اللي مزمرين هذو ما بتاع تنحية تدهن وكل شيء تكتب لي فيه تعليق اللي هنا يا لبنت وصلت تقريبا المساعة والساعتين فاوليت رجعت الدي كابون اللي مزلي لحكها وسكرتها وقلت نمشي نرتاح شوية مقبلني غدوة هاي رطويل وعريضة عندي برشة مشاريع عوضو ولهنا يا حبيبيتي ان كنا وصلت بكم لنهاية الفيديو ان شاء الله فيديو اليوم يكون اعجبكم دمتم في امان الله وباي باي وبسلامة